معرفة ما يجري على الأرض إلى حين انتهاء الغارات ودخول فرق الدفاع المدني والإسعاف للكشف على المنطقة نعم نعم أيضا كنا قد تبعنا من خلال العواجل يعني ما صرح به وزير الخليجية الخارجية الألماني قال لبنان على شفاء الانهيار وأيضا كما تبعنا مع الزملاء مع زميل رائد الأغبر من الجانب الشمالي لإسرائيل يتحدث عن إطلاق مجموعة من المقاتلات الإسرائيلية توجهت إلى لبنان بعدها كنا قد تبعنا الغارات المتتالية على وسط صيدة وحركة نزوح كبيرة كما ذكر الزميل محمد البابا إذن هناك يعني زنار ناري يلف منطقة سور أيضا كان هناك ذوي سفرات الإنذار في المستوطنات المتاخمة للحدود مع جنوب لبنان أيضا ننوه بهذا العاجل عن قائد عسكري إيراني منظومات الدفاع الجوي جاهزة لمنع أي مسيرة من اختراق أجوائنا والملاحظ اليوم أن هناك تبادل بالتصريحات تصريحات لبلينكين حول خفض التصعيد مع إيران بالمقابل أيضا تصريحات لإيران حول ما إمكانية الرد الإسرائيلي عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر